أعادت تصعيد الحوثي الجديد الجدل حول جدوى وقف إطلاق النار في اليمن للواجهة فالهدنة الأحادية التي يعلنت من قبل السعودية أضحت في مهب ريح الفشل من جديد بعد الهجوم المزدوج الذي طال مأرب والحدود السعودية حيث نفذت ميليشيا الحوثي هجمات صاروخية داخل العمق السعودي تسببت بأضرار في منطقة جازان في الوقت الذي استهدفت فيه المقر الرئيسي لوزارة الدفاع بمارب ما أدى إلى مقتل نجل رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من الجنود بالنسبة للحوثيين فإن الهجمات الصاروخية على مأرب والسعودية تعد حافزا معنويا لأنصارها لكن مراقبين يعتبرونها خلطا حوثيا لأوراق الأمم المتحدة التي بذلت جهودا لجعل السعودية تعلن هدنة أحادية في الثامن من أبريل لمدة أسبوعين تم تمديدها في الثامن والعشرين من أبريل الماضي لمدة شهر وهو ما يضع الأمم المتحدة أمام تحدي جديد تبدو السعودية في مازق التعامل مع الخروقات المستمرة لهدنها فهي لم تعلن رسميا إنهاء الهدنة التي انتهت مهلتها في الثاني والعشرين من مايو الجاري كما أنها لم تقم بالرد العسكري على التهديد الذي طال أمنها القومي في جازان أو سمعتها العسكرية في مارب ما يمكن فهمه أن الحوثي يسعى من خلال التصعيد الأخير إلى الظهور أمام العالم كند للسعودية بحسب محللين يرون أن الأخيرة لا تزال غير جادة في مواجهة الحوثي عسكريا كما أنها غير مقتنعة بتغيير سياستها مع الشرعية التي تخوض معركتين في وقت واحد ضد ميليشيا الانتقال في الجنوب وميليشيا الحوثي في الشمال وهو ما يزيد من حالة الغموض التي تكتنف المشهد اليمني القادم